أمانة بغداد توشك على الانتهاء من إجراءة تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها تنفيذا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء إجراءة التمليك تسري حاليا على الأراضي المملكة للدولة على أن لا تقل مساحة الأرض عن 200 متر ولا تزيد عن 800 متر ويمكن التشارك بأكثر من طلب إذا ما كانت المساحة أقل ويمنحون سندا مشتركا أول فقرة تجرت خلص إحنا عدنا تجرت مالتنا يوصل إلى 15 بلدية كل بلدية ما يقارب عن 10 إلى 15 ألف يعني تقريبا إحنا عدنا تقريبا بالمئة وخمسين ألف حالة كل مناطق بغداد مشمولة بهذا الإجراء اللي راح يحصلون على استملاك ولكن وفق التصميم الأساس للمدينة يعني الميتين متر يعني ما تكون هي بذات فائدة عامة وعلى شرط أنه ما يكون عنده قطعة أرض بمكان آخر هذا فرح يتيجي الشبل إذا يكون خمسين أو ميت متر لازم مع جارة يكون ميتين متر وينطلع سند مشاع بميتين متر من جهة أخرى تنتظر أمانة بغداد قرارا حكوميا أو تشريعا قانونيا للتعامل مع الأراضي الزراعية المملكة للمواطنين في وقت يؤكد برلمانيون على ضرورة معالجة مشكلة العشوائيات جذريا من خلال تشريعات قانونية وإجراءات تنفيذية أنا أقول بابتداء بأنه تثبت التجاوزات بشكل كامل وتصنف بشكل دراسة بأنه كل وزارة أو كل صنف أراضي زراعية أو مالية يصير إلها قانونها الخاص وصير إلها تمليكها الخاص اللي ما ممكن أعتقد من الحلول الرئيسية بأنه وبناء دور واطئة الكلفة لتعويض الناس المواطنين اللي موجودة بمناطق متجاوز عليها وممكن الدولة تستفاد معندها بشكل أكبر وبحسب القرار الحكومي فإن التمليك سيشمل الأراضي المشيدة حصرا على أن تملك لمستفيد واحد من العائلة أما الأراضي غير المبنية أو التي يجري بناؤها حاليا فهي غير مشمولة بالتمليك من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية